في العراق أرض النفط وصناعة المال وصل ما يقارب ألف مليار دولار مجموع الواردات من النفط منذ عام 2003 وحتى الوقت الحالي سرق منها ونهب رقم فلكي كشف عنه رئيس الجمهورية قبل أشهر فكان السبب وراء اقتراحه مشروع قانون يعيد أموال العراق المنهوبة هناك معطيات ومؤشرات تخمن أن ما لا يقل عن 150 مليار دولار من صفقات الفساد تم تهريبها إلى الخارج الحكومة تحركت باتجاهة مختلفة لاستعادة المليارات من الدولارات بعد أن أثرت عمليات نهب الأموال إلى الخارج بالجسد الاقتصادي للبلد ووضعته على حافة الانهيار ما تطلب مؤتمرا دوليا شرعت به الحكومة في بغداد بخطة أطلقها رئيس الوزراء يعمل على توسيع محاربة الفساد واعتقال زعامات متورطة بملفات فساد كبرى ملاحقة الكاظم للأموال المنهوبة خلال عام حققت نتائج تمثلت باعتقال العشرات من نواب ومسؤولين بعد تشكيل لجنة خاصة لمكافحة الفساد هذه الأموال حقيقة هي أضرت بالميزانية العراقية أضرت بالاقتصاد العراقي ولكنها ان طبقت وانتبعت بطريقة دقيقة وانموسة ربما ستعد لنا أموال أخرى إذا ما علمنا بأنه لك مليارات الدولارات المهربة من خارج العراق من جهات متنفذة يجب أن تكون هناك جدية في قضية إعادة هذه الأموال وأن تكون هناك محاسبة دقيقة لأصحاب الذين هربوا هذه الأموال وإقامة دعوات عليه المؤتمر الذي منح تأشيرة عودة لأموال العراق وتنفيذ خطط عملية منتجة سيعمل على تحقيق تعاون يعتبر الأول من نوعه بمشاركة عراقية عربية لانطلاق خطة جديدة تنهي 17 عاما من استنزاف حقوق العراقيين وتعيد الدولة الرشيدة إلى سابق عهدها